موسيقى ورجع نالك تاني مع فاقر الهلف ام بوتي وضي ما توفت وداينا اتكلم على تكنيق جديد البيلنج اي التأشير تكنيق مختلفة يمكن مافوش متاعب البيلنج اللي كتير منك وكنتوا بتعانوا منه بيلينج بيساعد على إزالة البقع الكلف أطفل للخبوب وحاجات تانية كتير هنتكلم عليها ضفتي هي دكتور علا حسام أخزائي الجلدية وتجمين مساء الخير وأهلا بيك يا دكتور أهلا زيك يا مينة ومعنا يا ياسمين مساء الخير يا ياسمين دكتور علا أنت دايما بتجيب لنا التقاليع يعني بتبهبت بزيبش على الموضع لازم قولينا إيه البيلينج جديدة بص يا مينة دلوقتي كان كل البنات تخاف من البيلينج تقولك إيه يوم ومزنوقة يعيني وعايزة تلحق تعمل كل حاجة في آخر 30 يوم دلوقتي نزل الأو بيلينج الأو بيلينج ده مستو إيه بقى إن كل الحاجات اللي كانت بتزع على الناس القديمة بقت مش موجودة دلوقتي يعني أنت تدخلي تعملي السشن بتاعت البيلينج بتاعتك أخرجي بقى في الشمس وعملي كل اللي أنت عايزها عادي جدا إيه ده بقى أقولك بقى بصي بقى الأو بيلينج ده أمريكي كويس وإنتي عارفة بقى الأمريكان غويين عصر الحاجات السريعة بالضبط فبدل ما بقينا نشتغل layer by layer إن احنا نشتغل الطبقة الخارجية الأول تأشر وتسود وبالتالي تتشال وبالتالي تعمل اللي هي القشرة اللي كانت بتاعتهم ده وبعدين نخش على البعدية لا ما بقيناش نعمل الكلام ده بقينا نشتغل إزاي؟ نشتغل بالعكس يعني إيه؟ يعني نبتدي من تحت الفوق وبالتالي تلاقي إنها مثلا لو عندها بقعة مثلا في وشها أو عندها حبوب اللي هو إعادة بناء الخلية تحت الجلد بالضبط كويس؟ وفي نفس الوقت إنه هو بيكسر السبغة الزيادة اللي موجودة فبتبتدي إنها تتحلل تدريجيا بدون ما هي تطلع في شكل سكيلز أو القشور اللي كانت بتخرج قبل كده تمام؟ طب دكتورة علاء تحب تبدأي ونوري مشاهدين وكان بالباية لأسئلة؟ ياريت نبتدي طب دكتورة علاء الأوبيلنج ده حاجة جديدة ووضع إن هو تكنيك سهلة قوي طب إيه اللي كان موجود زمان؟ بصي باب اللي كان بيديئ الناس هقولك دلوقتي إحنا عندنا من أنواع البيلنج عندنا كذا نوع خلاص اللي هو المايلد البسيط والمودرت المتوسط تمام؟ والتاني اللي هو العميق اللي هو البلو بيلنج البلو بيلنج ده بنحبسه مأسبوع في البيت ما تخرجش تشوفش نور حتى التلفزيون ما تشوفوش كويس؟ دلوقتي الأوبيلنج ده هو زي ما أنت شايفة كده تمام؟ إحنا هنحطه طبقة بسيطة خالص على وجه نشتغل نصف الفيس عشان حتى إيه الناس تبقى إيه واخدة بلهم للشكل نفسه عامل إزاي؟ المايلد بيلنج كنا بنعمله إيه؟ حالة بسيطة يعني إيه؟ عندها شوية نمش تغيرين مش مستاهل موضوع بسيط يعني المودرت اللي هو المتوسط كنا بنشتغله إزاي؟ إن هو مثلا تبقى إيه؟ عندها مثلا شوية حبوب بسيطة يعني في المعقول اللي هو حالات متوسطة البلو بيلنج بقى حد عايز يخلص عنده مثلا مشكلة كبيرة زي مثلا إيه؟ كلف بها لستين مراحشي عندها بقع جندا جدا ما مراحتشي فإحنا عايزين خالص أن احنا نخلص منها تمام؟ بس بشرط هتقعد في البيت سبع تيام تخرجش ما تشافش نوع يعني كان البيلنج زي الأدام ما تعبهم بعد الجلسة توتالي تمام؟ يعني كانت تقول أعملي بيلنج في الشتة بلاش في الصيف والحجان عشان نقول لها إيه أنت بتخرجش الشمس فتقول لك طب ما وشيتها فيه الشمس فتمام؟ وكمان خلي بالك فيه بعض أنواع البيلنج كانت بتلسعي يعني وإحنا عدين شغالين مع العيانة العيانة ما تستحملاش تقول لك لأ دا بتوجعني تمام؟ زي ما انت شايف في الوبيلنج ياسمين قاعدة ما في عندك مشكلة يا ياسمين تمام؟ فهي دي الفكرة نفسها إن احنا بقى أسهل بكتير مش بيضيقنا في حاجة وبالتالي يبقى إنا ممكن تشتغل على فئة عمرية أصغر كمان يعني أنت دلوقتي ممكن تشتغلي على أطفال وانت مستريحة تمام؟ فدي برضو من ميزاتك يعني أكتر حاجة كانت المتاعد في البيلنج القديم اللي هو إن البشرة ممكن نقول كانت بتستاق قبل ما تتحسن يعني بتستاق يعني عفل التأشير بلاس إنها كانت بتتمنع من الشمس وإنها فيه ناس كان ممكن تطاط في البيت من كتر مباشرطها مستاقق وبعا كيها ترجعها وكان شرط من شروط التأشير وهو ليه اسمه تأشير عشان يبقى فيه طبقة الأول من اللي هي بتتحرق اللي هي سأقول لك عنزل بتنجين المحروقة كبه وتتشال يعني أوقات كانت هي تشيلها بإدها تقول لي أنا عندي حتت بحالها تتشال فكان بيبقى شكلها مرعب يعني لو حد مش عارف إنك تعمل لي تأشير لو شابك الفاكرة ممكن يخض طيب أنت كده خلاص؟ ها تمام بس كده هنشيل بقى كمان شوية علشان نشوف الفرق يعني أنا حطم مخصوصة عشان نشوف الفرق طب عايز تقالي في حاجة دكتورة هل من البيلنجز القديمة التكنيكز القديمة حصل مشاكل لناس علشان كده خايفين منه؟ أقول لك آه وارد يحصل خلاص يعني وارد يحصل من البيلنج بذات مثلا من أول مدرت للديب فيلنج لأن انت بتلعبي على كذا ليور من الجلد تمام فلما مثلا تيجي مثلا تعمليه مثلا في منطقة حساسة خلاص وعايز تعمليه مثلا الاحتكاك الاحتكاك ده بيزود السخونية والفرقشن نفسه بيعمل التهابات غصبا عني تمام فممكن تلاقيها غمأة زيادة معاهن يعني بدلا من انت بتعملي حاجة علشان خاطر انها تفتحها وتبقى كويسة تلاقيها فجأة غمأة معاك طب ودي بتبقى غلطة مين؟ هي مش غلطة هي حكاية ايه مثلا عندك مثلا هي بتخرج كتير قوي تمام العرق الحر الاحتكاك هي مثلا كلبوزة شوية تمام أو مثلا هقولك على حاجة خرجت مثلا من غير ما تحط الواق الشمسي فاهماني؟ فبوز كل الشغل اللي احنا عملنا لكن ده مش محتاج واقع بصي الواقع العادي بتاع العادي بتاع اللي احنا منحط الساملة ما عنديش حاجة اكتر من الطبيعي هطلوها منها طيب خلينا نمسكها واحدة بعض الاماكن اللي ممكن هنمسك الجسم والبشة أوكي بالنسبة للبشة ممكن يحل نفس المشاكل مثلا اللي ممكن البلو بيلين يحلها اللي وكلها في الجامد يحلها جامد جدا كمان وإحنا كمان معنا صور ريت يعرضوها تمام يحلها وعايز اقولك انه هو كمان ما عنديش موضوع ان انا اقعودي في البيت ما تشفيش نور ما تشفيش شمس ما تخرجيش ما تعمليش ما عنديش كرام ده بقولها روحي يعني بتقولي مثلا انا عروسة وبالف في السوق دلوقتي تمام أقولها روحي ولف يعملي كل حاجة بس خلي ام بو بتضوق الشمس في شنطتي تعمليش اكتر من كده تمام وبقال كتير بس عمل مش شايفة نتيجة مع انها كلها كريمات تفتيح او طبيض او بمنتهى الامانة اي كريم المنتهى حساسة بزراحة مش هديها نتيجة تمام عايزة تشوف نتيجة هتشتغل لها مثلا من 8 ل 12 شهر منتظمة عشان تبتدي تشوف بوادر نتيجة فبقينا نقول اي لا ما تعمليش الكلام ده تعالي عمليلي الأوبيلينج اربع جلسات على اربع اسابيع تمام هنا ده المنظر ده بعد اسبوعين تمام دي فيها شوية تأشير بسيط قوي اللي انت شايفة ليه بقى دي ما كانش عندها بقعة يعني مش غمقان لون دي عندها حاجة اسمها هايبر كيرتوز يعني ايه يعني عندها طبقات جلد زيادة مغمقة المنطقة اللي هي بتاعت تحت الارض طب احنا خلينا واحدة واحدة خلي صور بوس كده خلينا نخلص بس الاول من البتديناء البشرة فالبشرة انت بتقولي لو مشكلة جمدة برضو هتتحل طبعا بس هل لازم معاها يكون فيه مساعدات خارجية يعني غير السام بلاك طبعا بصي هقولك على حاجة لو واحدة مستعجلة قوي عايز الرزل في ظرف أسبوعين هاديها روشدة معاها تمام انما لو واحدة لأ مش عايزة استعمل روشدة خالص هقول لها هو أربع أسابيع وهوشك وزي الفل بعدها دي بقع كلف قصر حبوب ايه تاني عايزة أصدمك بقى عارفة الخروم بالبلد دي كده اللي هو مطرح الحبوب بتاع حب الشباب اللي احنا ما بنعملوش إلا ليزر باش دلوقتي انا ممكن اقول لها لا ما تعمليش ليزر خصوصا اني في ناس جتيرة تقولك ايه تكلفة الليزر غالي علي مش هقدر الليزر بينورملي وشي بيحمر مش هقدر وشي بيبقى عامل اكس او بعدما بخلص الجلسة لا مش عايزة كده انا بروح شغلي انا مضيش في طيران مثلا أو حاجة فمش عايزة وشي يتأثر اقول لها خلاص ما تعمليش ده تعالي اعمليلي الأو بيلينج تمام الاسكار او الحفر نفسها احنا برضو جايبين صورة الحفر قبل وبعد هنشوف بس خلينا نخلص الأول هتلاقي ان الحفر نفسها بتختفي بنفس تأثير الليزر صحيح بناخد وقت اطول شوي اللي يعملو الليزر في اسبوع يعملو الأو بيلينج فاربع اسابيع بس من غير اي اثر سلبي طيب يعني اي مشاكل حوالين العين ينفع ولا لا براحتك عندك بصي حوالين العين حوالين البو النك ما عنديش مشاكل تمام فيه ناس بيبقى عندها حاجة اسمها كيراتو أكانسوزز يعني ايه يعني رقبتها رقمق قوي كتير اللي هي يعني فيه ناس تقولك ايه انا بمسك الليه بقعد ودخاني معه ومش هتخف ها دي مش 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 هتتتبقى اه بالضبط كده دي مرض لازم انتي تعالجيه فهم قصدي واحنا دلوقتي بيشوفوا الأطفال الزغيرين كتير بالذات اللي هم الأوبيس شوية التخان المليانين شوية دي برضو حاجة بتبقى مزعجة جدا بالنسبة اللي أم تقولك أنا نفسي أفرح ببنتي يعني بنوتي جميلة وزغنانة وطفلة بس تبصي رقبتها مرعبة تمام برضو من الحاجات اللي نسمعها الأطفال الزغيرة ركابهم عشان هما بيقعوا كتير والكوع نيجي نقول لها تعالي هتعاملين ركاب تقول لي جالسة الطفلة قول لها بتخفيش منها خالص ده هي أسبوعين وهتلاقيها زي الفل يعني طب إلى جانب البشر يا دكتورو أنت دخلت على الجسم إيه برضو في الجسم اللي ممكن برضو يفتحها عايزة تديكي صادمة بقى تمام أي منطقة تتخيليها أقدر أشتغل عليها تحت الإبت ما بين الرجلين ركب كعان وتقل سابع رجلين سابع إيدي كل حالة تتخيليها أقدر أشتغل عليها بمنتهى الأمان تمام بس كل اللي بحتاجه منها أنها تديني فترة الأربع أسابيع مش أكتر أربع أسابيع بالضبط يعني جلسة أربع أسابيع أربع أسابيع بالضبط مرة في الأسبوع حالة أنا مثلا عندي مشاكل في بشرتي وفي جسم ممكن أجي أعمل جلسة دي برضو بصي ده سؤال ذاكي جدا يا أمين الزمان كنا بنقول لهم إيه لا مقدرش أشتغل كل الحيطة طبعا يا إما مثلا البيشنط تقول لك مش مستحملة بيلسعني مش قادرة مش هقدرة أكمل أعمل حاجة واحدة بس تمام أو تيجي تقول لك إيه لا أنا هخرج وفي الحر وفي العرق وكده فنقول لها خلاص عملي وشك النار ده ولما توعودي ويبقى عندك وقت للبيت نعمل مثلا أندر آرم أو نعمل مثلا بتوين سايز تماما بين الرجلين لأ دلوقتي نقول لها لأ عادي ممكن تشتغلي كله وروحي طب دكتورة عدواتي برضو أنت بتقول لها تحت الإبت وما بين الجيم طب ما برضو دي لما هتطلع من العيادة ما فيه احتكاكات هل لازم تلبس فانيلا تقود تعمل إيه بقى بصي بقى طبعا إن احنا نلبس القطن والحاجات دي طبعا دي حاجة حيلة وهتساعدني تمام بس القديم ليه كان بيحصل الالتهاب لأنه كان بيقشر يقشر إنما أنا دلوقتي ما عنديش تأشير هي هي زي ما هي أنا هستأذنك بس يعنينا نشيره ممكن طب هل بعد تريتمينت يعني بيبقى فيه أي إحمرار أي حاجة ست ممكن تتخدم منها قديكة هتشوفي معايا دلوقتي مفيش أي حاجة خالص خلاص إحنا حتى أنا قلقنا من الفلاشات والحاجات ده هي بس يعني مفيش حاجة خالص 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 وبعد تريتمينت مفيش أي حاجة غير السام بلاك العادي بتاعها خالص اللي هو احنا بنستخدمه في كلها ترحيلات العادي خالص حتى مش عايزة حاجة زيادة تمام هي طبعا بقى ايه تبقى مشكورة لو ساعدتني شوية إنها ما حططيش ميكب واحنا بنشتغل تبقى كتر خيرها يعني زيها يعني اه يعني مش بنحتاج أكتر من كده طب يعني ينفع مثلا هي عمسلها الساشن أو إن شاء الله هتكملها الساشن دولة ينفع مثلا إن أنا بعد مخلص الساشن أحط الكريمات العادية وحط ميكب وانزل بصي آآ كريمات العادية آه ممكن تمام ميكب أنا أنا شخصيا ما أحبوش تمام ليه بقى لإن أنا عايزة خليكي تكسابي فترة للأربع أسبابة بس لو عايزة أحطي حط ما عنديش مشاكل لكن ما فيش حاجة تعارض ما فيش حاجة تعارض بس هو إن انت بتحطيش ليه أكسب يعني ليه هقولك بقى لإن في بعض الناس بتحطيني مياركات رادية شوية تمام فبيبقى فيها الباودر الراديكلز بتاعتها عالية شوية فبتبتي تخش جوة مثلا أنا بشتغل عليها آآ أوكي فليني اتأخرنا طب أتأخر ليه أنا عايزة أكسب الأربع أسبابة أكسبه لوقتي بتاعي وأنا مسترياحة فيه طب إنتي بتقول إيه دكتور أقول أربع أسبابة يعني ممكن واحدة تحتاج مثلا ستة تمانية آآ حلو قوي السؤال ده بص يا أمينة هقولك عندي مثلا واحدة عندها اللي هو الميلازمة أو الكلف ده بقالها ستة سنين آآ ما علجتوش أبدا آآ لو أنا هقول لها أربع أسبابة وتخفي خالص مية في المية هبقى بجزب ما بقاش مهدش هبقى قونست معاها تمام إنما هقول لها إيه أنا هشتغل أربع أسبابة ونشوف النتيجة تمام حسب النتيجة اللي هتطلع معنا نقرر يعني وارد طبا هي حظها حلو تخفي الأربع أسبابة وارد جدا أو لا لا محتاجين مثلا نستنى شوية بعدين نرجع نكمل مرة كمان عشان نوصل لنتيجة تمانين أو تسعين في المية عشان هي تتوقع حتى سعيدة بالنتيجة اللي احنا عملناها طب دكتور علاء أرجع تاني للجسم كده بالنسبة لتحت القيبة لأن دي طبعا مشكلة تفضلي أكمل أنا بس عايز أوريكي حاجة أمين أسامحيني على المقاطعة بصي هنا الفرق ما بين الجلد اللي اشتغلنا ليه وجلد تاني هنا ده تشد وبقى شايني بقى بيلمع اللي فوق هتحسيه ضل كده ولسه تمام لما نشوفها الطبقة التانية دلوقتي هتشوفي ان الكالوريشن كمان بتاع الكالور بتاعه تغير كتير وانت طبعا ما حططوش الوقت اللازم قوي يعني لا احنا يعني منحاول نكسب وقت على قد منها ضر يعني طب نرجع بس الموضوعات تحت القيبة لأن طبعا مشكلة دي عند بنات وسيدات كتيرة جدا كتير دلوقتي الدكتور علاء بعد تريتمنت هل ينفعوا يحطي ديودرنت في الحال ولا بتمنعيهم لفترة بلاش ديودرنت علشان الكحول بس مش اكتر تمام يعني انما لو هي بتستعمل نوع ما فيهوش كحول ما عنديش مشكلة استعملوا براحتها بعد الجلسة على طول ما فيش اي مشاكل فورا ما عنديش اي مشكلة نهائي خالص مع الموضوعات يعني الجلسة ما فيش اي حاج ده لأ كيني راح اعمل نتوياج او حاجة يعني بخفيت الحاجات دي او ماسك او حاجة عايزة اقولك مثلا يا امينة اهو انتي مثلا اهو بتصوري مثلا تمام لو حد مثلا طالع على التيفي قبل كده كان مستحيل اوافق ان حد يعمل بيلينج ويطلعلي على التيفي او مثلا قدامه نور او فلاشات اه ليه بحث لانه هتاخد كل اللايت كله وهتسودي اوكي اوكي انما مثلا في القو هم مالكو كنت تعملوا بيلي في قوضة ضلمة كنا لا بنعملها في قوضة منورة بس النور اللي هو اللايت اوكي اللي هو البسيط الخفيف تمام وبعد كده نبتدي نقولك ايه حاولي لو هتعودي في فلاشات مش قبل سبع تيام من الجلسة اوكي نشوف برضو اه 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 بتفضل ده الحفر اللي بتقولي عليها بصي بقى بصي بقى ده اللي احنا كنا بنعمله مع الليزر تمام كده دلوقتي انا بقى عندي اوبشن حلو ممتاز دلوقتي اللي هو الـ تمام كده اللي هو انا بستعمل منتج امريكي علشان خاطر ادي نفسي نفس النتيجة اللي بيعملها اللي هو المفروض اقوى حاجة في التجميل دلوقتي تمام فهانتي هتشوفي بصي لسكار طبعا صعب طبعا اي بنوتة بتبقى كده مثلا وهتتجوز او حاجة تقولك حتى شكلي وفين بناتي حرام بيجي لها يعني بتبقى طب فيها هل في حالات يا دكتور عولو اللي هو هتقولها لأ لازم اعمل تقشير كيميائي القديم لأ لازم اعمل ليزر اه بصي بقى في بعض حالات بيتبقى الهايبر كيروتوزز او اللي هي طبقات الجلد اللي هي الزيادة كتير قوي فلو انا همشي معها أوبيلن بس هنمشي يمكن 8-9 جلسات فأقولها لأ اسبوري بقى هشتغل واحدة أو واحدتين مثلا من القدام من اللي هم التقشير العادي ليه عشان أشيل بقى الطبقات دي وابتدي أشوف اللون الغامق فيه واشتغل عليه بالأوبيلن دي ساحيتها ممكن أعمل حاجة زي كده تمام يعني على حسب الحالة برد لكن أي حاجة مخففة ممكن الأوبيلن دي مفيش أي مشكلة أو حاجات اللي هي برضو ما هو مش ضروري الحاجات الخفيفة لا ده هو مش ضروري حاجات تقيلة جدا بس على مدة أطور مش ضروري برضو مدة أطور وانتي عارفة بصي أصلا هقولك على حاجة أمينة في الجلد ما عندك إيش جارانتي إن الاستجابات كلها زي بعض فهما قصلي يعني أنا هقولك مثال أنا كان عندي بنوتة كانت عروسة وفضلها بالظبط 3 أسابيع قلت لها بصي أنا هحط إيدي على قلبي ونشتغل ربنا يسهل واشتغلنا أوبيلنج أجزلري وبتوين سايز ما بين الرجلين انتي عارفة دايما بتوين سايز دي مشكلة رهيبة في مصر عايز أقولك إن بتوين سايز عمل استجابة رائعة بعد تاني جلسة خلاص الأندر أرز اللي هو السهل اللي اتأخر شوية فهما قصلي؟ فالبني قدم نفسه من حتة لحتة ما تضمنيش استجابة الجلد عمل إزاي حسب الابزومشن نفسه بتاع الدوة معا نشوف صورة تانية أنا مبسوطة قوي إن دايما على طول تكنيس جديدة بتطلع أسهل أه طبعا بصي هنا بقى ده اللي هو الكلف بقى اللي احنا نقول عليه مشكلة الكلف الدكتور بجد بيودي الكلف لإن فعلا فيه ستات لأ مش رادي يروح مهبوس بتلف على دكاتة مصر كلها الكلف بيروح بيروح بس هي المشكلة بقى ما بعد الكلف يعني إيه لازم وأنا بشتغل أبلغ العيانة الجملة دي أي تعرض لخمس حاجات خمس حاجات مرعبة للي عندهم الكلف تمام الاسترس التدخين الشمس البخار أو اللي هو الحرارة خلاص الحاجات دي ممكن ترجع الكلف بعد ما يخف فهي وقفة في المطبخ تحطي لي واقع شمسي في المطبخ تمام وهي هتطلع في الشمس تحطي لي واقع شمسي في بعض الناس تعمل ايه بتخرج الساعة ستة والصبح أقول لها تلامة الشمس طلعت خلاص أنا مش مشكلتي مع نور الشمس مع الناس فكرة كده أنا مشكلتي مع الالترافويلوت اللي بتطلع مجرد ان الشمس تبقى في السماء فاهمة قصدي؟ فطول ما هي محافظة على نفسها وبتحطي لي السام بروتاكشن بعد ما منخلص طوق زي الفل تفضل هاي لا تمام بالزبط كده في صور تانية؟ اه معنا في صور تانية تشوفها ماس كتير معاني طب قوليلي يا دكتور هل في حد تقول لأ بلاش تعملها وحدة حامل اه اه طبعا يعني بصي انت عارفة اه بصي بقى دي بقى دي تحفة بقى ليه بقى خلاص دي بنوتة دي كان فراحة بعد شهرين بالزبط كويس ومكانتش وقالت لي كده بصي يا دكتورة أنا مش عايزة اليسر أنا مش ما أنا بحبش اليسر بس الحبوب دي كانت اكتف ولا الحبوب دي كانت ده أثر لا خلاص ده الأثر بتاعها في بعض الحبوب ما تسيرش بقى الحفر بتاعيتها لا تسيب اللون ده اللون ده تحت الجلد ده كنا بنغلب معاها قوي بصي بالأو بيلينج بصي تحسينت زي طبعا مش عشرة على عشرة عشان بس بقى عشكة ازاي بقى يعني تمام انما تمانية من عشرة الريزول ده هايل يعني لو هي وقفة على بعد متر مش هاخب بالي منها فاهمة قصدي فادي بتاديها الريزولت هايل من غير ما تدايقها في حاجة اللي هو اعملي كل ما انت عايزة يا عيشي حياتك عادي حطي ميكاب عادي اخرجي روحي شغلك روحي كليتك اعملي كل حاجة بس وما حدش هيقولك انت بتعملي جلسات فاهمة قصدي لانا في ناس اقولك ايه انا مش عايزة حد يقولي انت بتعملي ايه في وشك طب قولي يا دكتور مين ما يعملهاش قولتي بوسي الحمل طبعا انت عارفة المرأة الحمل دي قنبلة بالنسبة لنا يعني فاحنا ما بنجيش نحيطها خالص على قد ما نقدر فالمرأة الحمل دي بنبقى لعنها خالص تمام برضو الستة اللي بتردع ما بنحبش يعني احنا عندنا يعني ايه بريكوشن كده ما بيننا وبين بعض كده انه لا بلاش اللي بتردع انما فيما عادة ذلك انا ما عنديش اي حاجة إلا اللهم حاجة واحدة بس يبقى مثلا حد جاي عايز يعمل مثلا اندر ارم مثلا وهي اصلا ملتهبة يعني هي مثلا عندها نهدي الالتهاب الاول بالضبط كده عندها مثلا فطريات بكتيريا وطيفر طب ما مش هشتغل فوق التهاب لازم ايهدى الالتهاب الاول عشان هشوفوها بتدي اشتغل يعني من ضمن الحاجات مثلا يا امينة فيه ناس بيجي لها التهابات فطرية في السنايات اي منطقة فيها تنايب تمام بعد ما بيخلص خلاص دي غالبا بتكون كانديدا بعد ما بتخلص الدنيا بتسود سواد رهيب رهيب تبقى سودة سودة دي اقول لها تعالي بعد ما تخلصي وتخفي تعالي عملي او بيلنج وترجعي تاني زي ما كنت بالظبط طب نبدأ اني شيله ايه نبدأ اني شيله ايه طب هل ممكن دكتورة عولة واحدة ما عنداش اي حاجة في احيطة عروسة عايزة تنور بشتة تروح تعمل ولا ما تنسخيش اه بصي بقى ده اللي احنا بنعمله بقى في ياسمين دلوقتي تمام كده دلوقتي احنا ايه ياسمين ما عنداش مشاكل تمام بس هي عايزة والشاي يبقى منور خلص بس عايزة بس تبقى ايه امورة شوية خلص والشاي تشد شوية يبقى شايني يبقى في شوية النضرة هو ده اللي هيحصل معنا دلوقتي وإحنا شغالين فيه صور تانية ننزلة وانتي بتشتغلي ولا خلصه انا انا جايبة تقريبا عشر صور بتهيالي ما تعرضوش كلهم لو فيه صور تانية نشوفها واحنا بنشتغل دي بردو اه بص بقى دي حبوب على سكار على كوكتيلي يعني دي زي ما بقولها قلتلها يومها قلتلها انتي ما حرمتنيش من حاجة في مقرر جلدية يعني طب دكتور عالي عايزة اسألك حاجة دلوقتي مجرد ما بيخفوا وتقفر هو ايه خلص ما بيرجحش تاني اه خلاص ما فيش حاجة اسمها ان انا ارجع غمق تاني ارجع اعمل تاني ولا لازم اعمل وقايا كل ستة شهر كل سنة تقولك حلم يا امينة اللي هو ايه ما يبقاش عندها مسلا انكلف واقل ايه ولا لازم هنعمل بالوقاية اه بالزبط كده تمام كده عملتلي الوقاية خلاص ما عنديش اي مشكلة تمام فهي دي بتبقى بالنسبة لي امان جدا يعني انتي بتشيليه بمية عادية خالص مية عادية خالص فيش اي حاجة خالص نحط السامب لك وشكرة بس كده عايزة تحط كريماتك يا ما فيش اي نوع من اي وقايا غير بس يعني السامب لك علشان هو السامب لك الطبيعي اللي احنا بنعمل بالزبط هي احلى حاجة في الاوبهيلينج دلوقتي يا مينة ايه انه هو مش هيدايق في حاجة اللي هو انا كدكتورة انا عوالي حسين مش طلبة منك اي حاجة خالص انا كل طلبة منك انت عليلي يعملي الجلسة هو روحي خلاص مدة الجلسة بتبقى ايه تقريبا يعني بناخد حوالي ربع ساعة تقريبا اه مسافة ما نحط واحد وياخد وقته بعدين نشيلي التاني وهكذا يعني انا انا اتذكر ان في عيانة عندي عملت جلسة وهي خارجة من الجلسة وتبصي تقول لي انا ما عملتش حاجة ماشا قلتلي ايه مالك مخطوط ايه انا حطيت بس الكريمين ومشي طب ما ليه ما نقدرش نعملها في بيه بصي بقى حلوة قوي السؤال ده تمام ليه ما نعملهاش في البيتع عشان حكتي اولا الادوية دي ما بتنزلش الصيدليات تمام تنزل داكاتر الجلدية بس تمام ثانيا انا ليه يعني انا دلاتي عملت الموضوع ببساطة تمام بس ده لي معيار معين وليه تكنيك معين وليه حسابات معينة وخليبلك مل اوبيلينك ده فيه اربع انواع تمام اللي هو يا ترى انا ستعمل ده عشان حفر ولي هستعمل ده عشان ققع اه ده ليه انواع بالزبط كذلك تمام يعني انا جبت ده اللي هو اللايت اللي بنور عادي بس بالزبط كذلك تمام ده لازم عندها خاصة ده ده كاته الجلدية ده ما بيزيش صيداليات خاصة عموما نشوفه الشياء كده عموما دكتور علا بجد بشكورك جدا 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 آه شايفة بشكورك جدا دايما بتجينا وتجيب لنا كل حاجة جديدة وبجد يا جماعة ده أنا شايفة اختراع جديد لأن فعلا البيلين كان فيما بعد ما تعبه كان كتير قوي بشكورك جدا دكتور علا بشكورك هنروح لفاصل أعلاني ونرجع لكم على طول وفاكرة إزاينا بشكورك جدا